بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم صباح الخير عليكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تكونوا كاملوا بخير إن شاء الله في صحة جيدة أول حاجة نقول لكم مبروك عليكم ومبروك علينا كاملين التأهل ومبروك البلادنا ومبروك العالم التعنى إن شاء الله يبقى دي ما يرفر في كل بلدان العالم ونشكر الفريق التعنى جزيل الشكر أبطال الجزائر وهم اللي شرفوا الجزائر ويلعبوا من أجل الوطن ربي يحفظهم وربي يخليهم فرحة 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 يعني ما تتصوروا هايش أنا اللي فرحتها لبالي انتم تاني ركما فرحتوها العقوبة إن شاء الله للمناسبات واحدة أخرى العقوبة للتأهل وللكأس يا رب العالمين أخوتي وأخواتي راح نهدروا اليوم في هذه الفيديو على معلومات جديدة نهدروا على وزير النقل باللي راح هدر مع مسؤول دولي باش يفتحوا خط جوي آخر مع دولة أخرى كما تلاقى اللي يمت اللي فاتوا مع السفير التركي وتفاهموا باللي حلوا خط بحري بين تركيا والجزائر وبين السعودية كذلك راح يفتحوا خط جوي ولذلك يعني هذه المؤشرات كامل راح تقول باللي ما كانش الغالب بإذن الله وكيفتحوا كل في أقرب الأجال يا رب العالمين وبالمناسبة ثاني بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى جمهورية تونس الشاطقة اللي راح هو مازال كما راح يرجع اليوم إن شاء الله إن شاء الله يكونوا اتفقوا على بزف سوالح باس كوكين 21 اتفاقية ولا 27 اتفاقية لسنية وها مع بعضها إن شاء الله فيها خير للبلدين نروحوا للفيديو التانى خواتي أخواتي وماذا بينا إن شاء الله نجيب لكم غير الأخبار الجديدة والأخبار الجميلة والتي تساعدكم أتفرحكم نروحوا لأول نقطة وهي وزير النقل يدرس إن كامية فتح خط جوي جديد مع هذا البلد اسمعوا خبتي اتفق وزير النقل إيسا بكي مع سفير جمهورية ذنزويلا خوسيدي خسوس سخو رئيس على إطلاق المشاورات الفنية من أجل فتح خط جوي كما درس الطرف عن إمكانية فتح خط جوي يربط عاصمتي البلدين الجزائر كاركاس بالإضافة إلى اتفاقهما على دراسة إمكانية تطوير الشراكة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع نظيرتها الفنزويلية من خلال تبادل الخبرة والمساعدة التقنية وتحادث الطرفين حول تطوير علاقات التعاون الثناعي في مختلف أنماط النقط تطوير طلاسية من المجال الجوي ومواصلة الاتصال والتشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل مع فتح الخط الجوي الجديد يعني اللي ما يفهمش العربية الفصحة الجزائر رح تفتح خط جوي مع فنزويلا وكما نقولو المعاملة بالمثل يسمى رح نعودو خطين خط فنزويلي وخط جزائري اوكي خافتي اخواتي اروحوا للنقطة الموالية كما استقبل السيد وزير النقل عيسى بكي اليوم الثلاثة 14 ديسمبر 2021 بمقار الوزارة في مقابلة مشتركة كل من السيد بيورنها مغار سافير مملكة السويد وكذا السيد كونوت عينجلوند سافير مملكة النرويج بالجزائر وفي هذا اللقاء تم بحث سبل وفرص تعزيز التعاون في مجال النقل السيامة في مجال تطوير البنية الأساسية البحرية واللوجيستيك في هذا الصدد عبر السفير النرويجي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات النقل خاصة البحري من خلال إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع بين البلدين في الفين و15 من جهته عبر السفير السويدي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي لسيامة في مجال نقل الخبرات السويدية في مجال تسيير النقل الجماعي الحذري وتطوير الهياكل القاعدية للسكة الحديدية في هذا الإدار نوه السيد الوزير بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر وهذين البلدين مذكرا بإرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي لسيام قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح بناء السفن مع دراسة إمكانية إقامة شراكة في هذا المجال وفي الأخير تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة للجميع للبلدين يعني وكما سبق لي وذكرت لكم ثاني درت لكم في فيديو سابق على استقبال السيد الوزير للسيد صبوحي عطار القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمحية التعاون المشترك للبلدين التركية العربية وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفين إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا في مجال النقل بمختلف أنماطه حيث أكد السيد صبوحي عطار رغبة بلاده الكبيرة في تكتيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تشجيع المتعاملين الأتراك للاستثمار في قطاع النقل بالجزائر واختنم السيد صبوحي الفرصة للتعبير عن رغبة بلاده في رفع عدد الرحلات الجوية ودراسة إمكانية فتح خط بحري مباشرة بين البلدين نظراً لحجم التبادل التجارات المسجلة بين الجزائر وتركيا من جهته أوضح السيد الوزير أن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب التركي المتعلق برفع عدد الرحلات الجوية وإمكانية فتح خط بحري بين البلدين وذلك مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19 وكذا توجيهات سلطات العليا للبلاد في هذا الشأن كما أكد الوزير على استعداد الجزائر الكامل لتدعيم العلاقات مع الشركة والمستثمرين الأتراك في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية وتسهيل ولوج المتعاملين لقطاع النقل من خلال الفرص التي يوفرها في جميع أنماطه البحري والبري والجوي كما سيساهم دون أدنى شك في تطوير هذا المجال الحيوي الذي يعتبر رافضاً هاماً في تنمية الاقتصادية المستدامة يعني سفير تركيا طلب لديروا خط بحري بين الجزائر وتركيا وإضافة رحلات جوية بين تركيا والجزائر كما وافقه السيد وزير النقل يعني وقال له إيه نديروا مع مراعاة الإجراءات الوقائية لكوفيد 19 إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا بهذه المعلومات إخواني أخواتي ورح إن شاء الله يكونوا معلومات جديدة وحدة أخرى رح نزيد ونحطها لكم بحول الله هذا هو وفي الأخير نزيد ونقولكم وبركة عليكم وبركة عليكم وبركة علينا كاملين إن شاء الله المزيد من النجاحات في كل المجالات بالتوفيق إخواني أخواتي نقولكم بقاوة على خير والسلام عليكم وربي خليكم إن شاء الله ما تنسوش تبرتاجي وبركة لفيديو مع أحبابكم وصحابكم لتعم الفائدة شكرا لكم وبركة الله وفيكم